تلاقي النهاردة مثلا تتويج لمنتخب مصر الكورت اليد مثلا ده عاسبيه المثال هو في دولة بتغرق منتخبها يبقى كده مثلا في كورت اليد مثلا يعني فيحصد الميدليات طول الوقت البطولات طول الوقت المنتخب المصري هعمل ايه؟ جاب بطولة امم افريقيا للمرة التاسعة لا ليست الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة المرة التاسعة بعد ما فاز على الجزائر بالنتيجة اللي حضراتكم اكيد عارفينها 29 و 21 فيتأهل المنتخب كورت اليد المصري المنتخب الوطني بتاعنا لأولمبياد باريس ان شاء الله 20-24 رسمي الرئيس يهنئ المنتخب زي ما تم النشر الحقيقة ونشرها المتحدث اكيد بقى لرئاسة الجمهورية المستشار احمد فاهمي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة نصها كالقادي اهنئ منتخب مصر لكورت اليد على الفوز بكأس امم افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل لأولمبياد باريس 20-24 مشيدا بالاداء البطولي لجميع اعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني حيث اصبح منتخب مصر لكورة اليد نموذجا للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة كما اعرب عن تمنياتي بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الالعاب والبطولات من اجل اسعاد الشعب المصري العظيم من ناحية تانية هنا طبعا تنتهي تهنئة فخامة الرئيس من ناحية تانية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ايضا هنقت منتخب مصر لكورة اليد وقالت الشركة في بيانها الرسمي تهنئ الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وجميع العاملين بها منتخب مصر لكورة اليد على الفوز بكأس امم افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل لأولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين والحفاظ على الرياضة بالاداء البطولي لكافة اللاعبين وجهازهم الفني ألف مليون مبروك لمنتخبنا وكل الشكر لجهازنا الفني معانا على التليفون دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكورة اليد أهلا 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 يا دكتور وألف مليون مبروك أهلا بيك يا سيد يوزف والله يبقى كلنا جميعا كشعب مصر جميل تستحقق كل السعادة بإذن الله طبعا أنا عارف حدك بتنام بدري جدا وأنا مأخر حضرتك والله أنا عارف بس أنا مهم عادي أولا نحن كنا نهنأ حضرتك ونسألك على توقعاتك بإذن الله لأولمبياد باريس أظن الأولمبياد هتبدأ في يوليو السنة دي إن شاء الله عشرنا بإذن الله إحنا إن شاء الله لها نكون مستعدين لعبتنا في الفرما حتى كانوا مصابين اكتمل تأهيلهم وأظن شفناهم وفرحنا بهم وبأداهم أنا عايز أقول إن كل كلمة بخامتة بيسألها تكريم لنا كل كلمة لها تأثير عظيم جدا في نفسنا وإحنا إن شاء الله يعني كنا آخر دورة أولمبيا في توكيو كنا رابع ودخلنا في المربع الزهبي ونتمنى نتمنى إن إحنا فعلا في باريس نحن نحقق الفوز ونوصل بإذن الله للتتويج بإذن الله كل طموحاتنا وكل أمالنا بإذن الله في الفترة الجاية بإذن الله بإذن الله وكل أمالنا وكل يعني دعوتنا لتأهل المنتخب بإذن الله بعد تأهله وإنه إن شاء الله نرجع بالدهب بس يجي دايما سؤالها دكتور يعني إيه هي سر الخلطة المصرية بتاعت إن إحنا الحمد لله دي المرة التاسعة التالتة على التوالي إيه السر بتاعنا مش هنكشف كل حاجة برضو عشان محدش يقلل لا 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 هي بها بسيطة جدا وأعتقد كل الرياضات يجب إنها تعملها إن إحنا جميع منتخباتنا بدأ بنفس الأهمية وبنفس الاهتمام أقل منتخب لنا موليد 2008 أولادنا الصغيرين بيأخذوا نفس القدر من الاهتمام اللي بيأخذوا منتخب الكبير يعني عندنا أربع منتخبات رجال وأربع منتخبات سيدات الثمان منتخبات ليهم برامجهم وتحقيق علمي سليم ليهم برامج إعداد واحتكاكات ومباريات متتالية وقياسات ومتابعة وكشف طبي وتحليل أداء يعني منظومة علمية متكملة بيهمنا إن ما فيش أي مرحلة سينية تقع مننا وبالتالي بنضمن بإذن الله إن إحنا نكون مستمرين يعني في القمة بإذن الله بإذن الله بإذن الله هنفضل دايماً وراء منتخبنا وبإذن الله نوهنيكم إن شاء الله بإن إحنا نرجع بالدهب من باريس بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله ألف شكر لحضرتك وشكراً جداً يا فندم علاء أبوه للمكالمة كل شكراً دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد